تلموصلنا لأولى مساحتنا الصباحية لليوم رح تكون مع عالم التطوع كتير منشوف المبادرات الشبابية على مدار السنة ولكن بينشطوا أكتر ضمن شهر رمضان الكريم وقداش عم تكون هاي الصور يلي عم نشوف عبر السوشال ميديا حلوة وبتعطي أكيد الطعام أكيد ويمكن نرمين دايما نحنا بنقول أنه الفرق التطوعية كان إلا بصمة مميزة خلال فترة الحرب وبرمضانات اللي مرت علينا السابقة كانوا يتميز كل فريق بعنوان معين يبادروا يتنافسوا بفعل الخير ودائما بنقول مدام المنافسة على فعل الخير فما علش خلي الكل يتنافس وسائل التواصل الاجتماعي لعبة دور كبير بنشر هذا الفكر ويمكن حلو أنه نفتح الصفحات ولاقي شيء إيجابي لحتى يشجعنا نعمل شيء إيجابي أيضا عن هاي الفكرة وغيرها من الأفكار رح نحكي مع ضيفنا لليوم محمد الفطيري اللي هو من طبعا فريق عمرها التطوعي رح يحكي أكتر عن طريقة استخدام الوسائل التواصل الاجتماعي بنشر طبعا أفكار الفريق وكيف ممكن نستخدمه بشكل إيجابي وأكيد عن مبادرتهم برمضان وبدنا نعرف طبعا صفته هو رئيس مجلس الأماناء ضمن الفريق صباح الخير وأهله وسهلا فيك صباح النور وصباحك ورمضانكم كريم إن شاء الله صباح الخير ورمضان كريم فريق عمرها التطوعي ثر له سنوات عم يشتغل على أرض الواقع خلينا نحكي من البدايات كيف بلجته أو شو هي فينا نقول المهام أو الأهداف الأساسية اللي حطيتها وكيف تغيرت مع الزمن لو وصلنا اليوم للنشاطات الحالية اللي عم تعملوها بداية أي مبادرة أو أي فريق تطوعي أو أي جمعية هو خلق التلبية لحاجة مجتمعية فريق عمرها تطوعي نطلق بعام 2015 صراحة من فكرة هي مبادرة لأطفال كانت مناسبة عيد الفطر ما كانت فكرة أبدا اليوم نصل لمؤسسة قيد الترخيص إن شاء الله خلال أيام جاي بصلاح مؤسسة مرخصة لدى وزارة شوق الاجتماعية والعمال كانت هاي الفكرة البسيطة أنه نعمل هيك مجرد نشاط للأطفال الأسهر أو الفيدباك اللي ولدتوا المبادرة خلتنا نشغل شوي شوي على فعاليات تانية مثل فعاليات إغاثية مثل دورات تنمية ضمن الجامعة بال2016-2017 اليوم وصلنا لفريق عمرها بمبادراته تحمل سنوات السبع اليوم نحن بشهر الخير ستة وميوتمر خمسة حلو كتير محمد ودائما نحن لما بنرجع لهيك مثل ما بيقولوا الذكريات العمل التطوعي بيكون في عنا دفاتر كبيرة من المجهود والتنسيق وأحيانا التشاركية بينكم وبين عدد من الفرق الأخرى وبذكر أنه برمضان أوقات كنتوا تعملوا أفطار للجمعيات التطوعية والفرق التطوعية تعملو لهم مثل شكر على طول شغلهم خلال رمضان خليني نحكي عن الأفكار دائما لازم بيكون عنكم مولد أفكار ضمن الفريق بتتفقوا بتعملوا جلسات إنه مثلا هاد رمضان بدنا نعمل هيك بدنا نستهدف عدد معين من الأسر السنة بالموسم السادس لرمضان قدي حاطين الهدف اللي بكونت وصلوا له هلا خليني جاوبك هالشيء الأول اليوم أي فريق وأي شخص بيصل لمرحلة معد عنده أفكار جديدة هون بيجي دور الموارد البشرية باستقطاب متطوعين جداد إدارين جداد قادريني بسوا روح جديدة لدى الفريق لأنه أي حدا بيمشي بشكل روتيني آخر شيء حيولد الملال وحيوقف رمضان اليوم بسنة شهر الخير ستيل عم نشتغله كان صراحة متوقع نتيجة الغلاء الكبير اللي عشناه نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية نتيجة كل رمضان بيصير شوي نقص بالمواد الغذائية صراحة السنة الماضية وصلنا لألف ومائة سلة غذائية اليوم عم نحكي نحن بثلاتمئة سلة غذائية هذا إنجاز كمان لأحكي نحن بثلاتمئة سلة سراحة من بداية الرمضان ما كنا متوقعين أصلا نصل له اليوم سلة شوي مكلفة في تعب بتجهيزة في كلفة مادية بتجهيزة زائد في كلفة مادية أيضا بتوصيلة للأشخاص المحتاجين شهر الخير ستة اليوم وزعنا تقريبا بست مناطق بدمشق وريفة لسه عندنا منطقتين غالبا تكون منطقة الميدان ومنطقة بستان الدور باستناء بدمشق ممكن نحن هالرقم بسيط يعتبر بس مقارنة بهالاسباب اللي حكيناها هو إنجاز من إنجازات بقيت الجمعيات كمان ما أصرت يوم وصلت بأرقام جيدة نسبيا ولكن مقارنة بالعام الماضي والعام الماضي بأزمة كورونا نحن وصلنا لخمسة آلاف سلة فدائما ما نحاول نحن نلاقي حلول تانية اتجهنا بمبادرة تانية هي مبادرة أفطار صائم مبادرة أفطار صائمية تحمل تكلفة أقل وجبات عائلية عم توزع لأسر محتاجة ضمن قوائم فريق عمرها تطوعي كان عليها إقبال أفضل من السلال بسبب تكلفة المالية الأقل زائد أن الثقافة السوريين يوم بأفطار صائم تحمل أجر وسواب كتير كبير فبيصير أحيانا تهفض من الأشخاص لدعمين مبادرات نعم نشوفه محمد خلال شهر رمضان الكريم مبادرات اللي عم بتكون على أرض الواقع إما سكبت رمضان أو مطابق رمضان إما عم بتكون توزيع سلال غذائية أو حتى زيارة مثلاً المسنين أو حتى مثلاً الأيتام عم بتكون أنتوا اخترتوا توزيع السلال الغذائية طيب خلال نحكي كيف المستفيدين بيقدروا يعني أنتوا أو أنتوا توصلوا للشريحة المستهدفة اللي هو عجد هذا الشخص هو محتاج بيسجلوا ولا في عندكم لوائح معينة هلأ بالسنوات الماضية نحن شكلنا دادة كتير كبيرة ناجمة عن زيارات ميدانية لأحياء شوائية دمشق وريف دمشق هاي السياسة ما شي عليها اليوم الفكرة المنظمات اللي عم تدعم أي جمعية أو أي مؤسسة زايد عم تمشي عليها كبرى المنظمات اللي عملة بالمجال الإنساني بسوريا فيها عم فيه نقاط محددة مثل مصادر الدخل مثل عدد الأفراد مثل زويل الاحتياجات الخاصة مثل أعداد المسنين مثل الأصول اللي تمتلكها للأسرة كل هالمعايير بتتاخذ ضمن استمارة معينة ونصل لتقييم مثلا نحن عندنا ألف أسرة بيكون إلى أولوية من واحد لمية فمثلا إجتنا ميتين سلة نحن عندنا أول ميتين أسرة زايد أصحاب الاحتياجات الكبرى هي الأولى فيها شوي شوي بتجي سلة تانية نحن بنرجع من ضيف في نقطة كمان كتير مهمية الحالات الاستثنائية اللي بتجيك أحيانا على الجمعية هي بتكون زاد خطر كتير كبير فأنت كمان لازم تخلي هامش من الأشياء الموجودة عندك والمساعدات أو السلة الموجودة عندك لتغطية هذه الحالات الاستثنائية نعم كمان عم نشوف حاليا دور كبير للمجتمع المحلي برمضان وخصوصا أنه تعرف مخاتير لجان الأحياء هنن أدرى بالحارات طبعيتهم مين بحاجة مين لا ويمكن هنن أحيانا بيوفروا الخجل على بعض الأشخاص أنه هنن يقولوا أو يطلبوا فأديش كمان عم تستفيدوا من خبرة المجتمع المحلي بالأحياء عم تشكوا معهم؟ اليوم أي منطقة بتفوتية أنت في دمشق أو بأي منطقة أنت توزع فيها أي مادة أو أي مساعدة بحاجة لشخص مفتاح يدلك على الشخص اللي بيستاهل المساعدة أو الأشخاص اللي أنت مستحيل تقدر تصليلون مثل أنا مساكن بمنطقة الميدان في منازل منطقة الميدان أنا أول مرة بشوفها كيف هي اللي ساكن مثلا بعشوائيات المزة أو بأرياف دمشق بقدم كان الشخص عنده خبرة أنت بحاجة لهذا المختار أو لهذا الشخص المفتاح اللي وصلك إلى دول الأسر زائد مثل ما تفضلت حضرتك أنه فيه أشخاص هني أصلا ما بيطلبوا دول مستعفين هدول الأولى بالمساعدة وانت مستحيل تصليلون لولا مثلا جار أو المختار أو حالة إثنائية ممكن يعرفها صح حكيت سلمة بالمقدمة عن السوشيال ميديا ودورة بعملكن اليوم نحكي عن شهر رمضان الكريم وشهر العطاء في هكا مقولة من أولا أنه ما لازم تعرف إيدك شمال شو عطت إيدك اليمين وعم نشوف ناس يعني بعض فينا نقول مظاهرة عم تكون أنه السر الغذائية عم تتصور يمكن بطريقة مانا مقبولة أو مانا منيحة أو عم تكون طريقة تقديم المساعدة يمكن البعض عم يحس أنه هي عم تسيء أنتوا كفريق اليوم عندكم زيارات ميدانية وعم تقوموا بهذا العمل كيف عم تتعاملوا مع السوشيال ميديا بهذه النقطة خلينا أوضح لك أول شي نقطة السرية أو أنه الواحد لازم ما تعرف يمينه ومأنفقت شماله اليوم بيظل إزمة الاقتصادية اللي عم نعيشها فقاء ومشايخ في دمشق أفتوا بجواز إعلان هاي التبرعات لتشجيع العالم وتحفيزها فأنا كشخص بدي أتبرع جائز بنيتي أنه أنا أقول أنه أنا بتبرعت مبلغ فلاني أو عد السلال فلانية بشان نشجع بيت التجارة وبييت الشخاص على الدعم نحكي على الشئ الثاني كفريق عمرها أو كجمعيات كمنظور جمعيات اليوم الجمعية هي بحاجة لتوثيق كل نشاط وكل تبرع هي متقوم فيه الأشخاص اللي عم يتبرعوا بأي مادة هني بدون توثيق بصور زائد داتا مكاملة للأشخاص اللي عم يستفيدوا بدون الاستلال طبعا وزارة شؤول الاجتماعية والفكر من المنظمات والجمعيات هي يمنع أخذ أي صورة المستفيد ونشر على وصال التواصل الاجتماعي بشكل مباشر يعني نحن نحاول تظهر إيده يظهر ظهره يظهر بس مدخل البر أما في بعض الاستثناءات من مثلا من المصورين أو حالات عفوية هي أحيانا تظهر نتيجة الحافظ الكبير أو حب المساعدة زائد اليوم وسائل التواصل الاجتماعي الأثر السلبي تبع اليوم بيأخذ الأثر السلبي منتشر على كل وسائل التواصل ما في ننكر الأثر الإيجابي إلى بس أي غلط بيصير من أي جمعية أو أي مؤسسة بيحمل على كأنه مشكلة صارت كتير كبيرة وبيضرب 7-8 سنين من إنجازاتها كرمال مثلا خطأ فردي أو خطأ من قصة معين ضمن هاي المؤسسة صحيح ويمكن هذا الشي عم نشوف فلأ تلافي هاي الأخطاء ممكن تكون وردد بفترة من الفترات أو بتصير مع أحد الجمعيات من دون قصد عم نشوف تلافية لأنه صار واضح أنه ساحة وسائل التواصل الاجتماعي بيقدر ما هي عندها مقومات لحتى تكون إيجابية بيقدر للأسف ما عم نشوف المنشورات السلبية هي أكثر لهيك سألتك بالبداية كيف فينا نستثمر هذا الشيء بشكل إيجابي يعني اليوم بشوف بعض طريقة صياغة البوست أو المنشور مثل ما بنقول على الصفحة أنه نحن دخلنا وصلنا لعدد معين من الأشخاص اللي بيقدر يتواصل أرقامنا موجودة أو يبعث على الصفحة أدي عم تشوفوا هذا الشيء عم يأتي أيضا دافع الناس أوقات بيجي لجمعيات تبرعات من الخارج كنوع من أنواع الدعم صح حون بيظهر دور القسم الإعلامي بكل مؤسسة اليوم الروتين اللي بينتشر بنشر البوستات أو بكتاب المحتوى بيؤدي أنه ملل من الشخص ما عد فيه شي يجزبوا بالإعلان بينما مثلا حالي مثلا أنا نزلت لممطقة معينة من دمشق ظهرت لي قصة صغيرة طفلة صغيرة بحاجة شي معين أنا هالقصة فيني أسر بطريقة معينة تقدر توصلني المتبرعين ممكن أنهم ما يخطروا أعباله أنه يتبرعوا زائد أنه اليوم موضوع القسم الإعلامي هو بحاجة دائما لفكر متجدد مثل مثل أي مؤسسة تانية فهي الفكر الجديد يلي أنا عم بنشره مثلا مشكورين جمعيات اليوم عم شتغلوا بالمجال المطابخ كل يوم بتلاقيهم بينزلوا قصة جديدة فكاهة جديدة بتصير معهم ضمن المطبخ آخر الإعلام بينزلوا أنه أي حدا بيحاجة أي حدا بيحاجة يقدم لنا مواد أو بيحاجة نحن نقدم له أي مساعدة يتواصل معنا هذا التغيير وهذا النمط اللي عم تتجه اليوم الجمعيات مشكورة ناجم عن خبرات متراكمة من 6-7 السنوات الماضية اللي اشتغلتها السنة 2015-2016 كان فكرة التطوع وفكرة عمل مجتمع جديد لساعة المجتمع السوري في عنا منظمتين ثلاثة عاملين الأمانة السورية الهلال الأحمر بس ما كان منشور هاي ثقافة التطوع ولا كان منشور العمل المؤسساتي التطوعي اليوم بفضل الخبرات المتراكمة لدها كتير إدارية ضمن هالمؤسسات اليوم بصلتنا الحمد لله لشي مستويات تقارم بالدول المجاورة وحتى الدول المتطورة محمد أكيد إلك سنوات بعالم التطوع وصرت بتعرف الكواليس دائما منحكي نحن عن ممكن خطوات لازم تتخذ اليوم بعد عشر سنين أو قد عشر سنين من ثقافة تطوع كبيرة كانت بالبلد بمختلف المجالات وعما تلبي معظم إذا نقول الإحتياجات أو المشاكل تحاول تحل كتير من المشاكل اللي عم تكون اليوم برأيك ثقافة التطوع بسوريا لشو بحاجك؟ اليوم بحاجة إلى وعي يعني اليوم صارت يعني أنا بخليني أقول لك شي بشهر الماضي نزلنا على فريق مرة تطوع استمار التطوع تلقينا تقريبا 3500 طلب تطوع من دمشق وريفا تم عملنا مقابلات لحوالي الألف غالبية هدول الأشخاص هن جايين يطوعوا بس هن ما لنعرفانين شو بدون يقدموا فاليوم أنا بالجامعة بنزل أنا متطوع بالمؤسسة الفلانية أنا كذا يعني صارت بمثابة التفاخر قدام العالم أني أنا متطوع وأنا بدي أدم شي هذا ثقافة لسما لا منشورة ضمن مثلا الطلاب الجامعيين أو الأشخاص اللي عن جد حابين يقدموا شي يعني أنا بدي أطوع بس لسه ما عرفان أنا شو بدي أدم حطوني وين ما بتكون أنا بساعدكم فبعض الأشخاص بيكون عنده هذا الحافز الكتير كبير بس ما عنده لسه هذا الفكرة التطوعي لسه ما نزلت على أرض العمل وغالبيتوا اليوم بينزدوا خلال 4-5 شهر دول ما فيك تعدمت عليهم كإداريين إنه بيعتمت عليهم كأشخاص تنفيذيين فليوم بيولد عنده شوي من الملل إنه أنا ما هذا الشي المرجو لما أطوعت أنا فكرت التطوع أني أنا بدي أنزل سجل داتا وأنا بدي شوف المحتاج نحن شاغلي مثلاً سبع سنوات هاي المرحلة ممكن نعيشها السنة الجاية بجوز ما نعيشها فليوم ثقافة التطوع هي منشورة ولكن ليست بمبادئ صحيحة لدي أغلب الشباب السوري اليوم تطورت ثقافة التطوع أنا بقول بال2015-2016 نحنا كنا بحاجة سنة الغزائية مواد غزائية اليوم لا من 2020-2021-2022 تجهنا لبرنامج سبل للعيش أنا مثل ما بيقول المثال علمني كيف أصطاد ولا تعطينا سمكة كل يوم يعني دورات التنمية البشرية دورات الخياطة دورات الحلاء النسائية دورات حلاء الرجالية دورات الصيامة الموبايل زائد الحقائب اللي عم توزع بعد الدورات صارت أولى بالدعم من برنامج السل الغزائية وبرنامج الإغاثة اليوم هاي السلة أنا بستهلك خلال 15-20 يوم بينما الدورة زائد الحقيبة المهنية اللي عم بعطيك إياها هي عم تفتح أسرة وعم تربيجيل صحيح وهذا يمكن اللي بنقول عنه التطور من خلال مفهوم التطوع بحاج ذاته يعني اليوم أنا مو بس عم بغرز هاي البزرة لأنا عم بسعى لحتى أحصد سيمارة بشكل صحيح خلينا نحكي أيضا اليوم بتنافس بعض الفراق على مواقع التواصل الاجتماعي بمين عنده متابعات أكتر بمين مثلا عنده عدد من المشاهير أكتر بيدعم علما أنه أنا ضد هاي الفكرة لأنه فعلا الخير ما لازم يدخل فيه مشاهير أو غير هيك شيء بالعكس مين ما بيقدر يقدم لازم يقدم من دون ما يقول أنا قدي جبت على صفحتي أو غيري قدي جاب خلينا نروح النتائج قدي بتشوف هاي الفكرة رائجة هلأ وعن بتم استخدامها بشكل كتير كبير صراحة هي رائجة للوصول الإعلامي بينما أنا بعرف جمعيات كتير كبيرة بدمشق صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي الوصول كتير متدني فهي العبرة دائما بالنتيجة وليس العبرة بأنها قديش صورت وقديش عندي وصول على وسائل التواصل الاجتماعي في جمعيات بدمشق اليوم عندها أصلا منصات على وسائل التواصل الاجتماعي وعم تشتغل بمجهود كتير جبار بتوزيع وجبات أو بمساعدات بيئية وإغاثية أو بمجال إعادة الأعمار اللي من 2018 بلشوا غالبية الجمعيات عم يشتغلوا اليوم وسائل التواصل الاجتماعي بنفس اللوقت لعبة دورين الدور السلبي بالمنافسة الغير مشروعة زائد اليوم أنا بوصل لمرحلة يأس شوف جمعية آنية مثلا نزلت إعلان وصلت لنسوه معين وأنا اليوم ما قدرت وصل له نتيجة شي معين زائد لعبة دور إيجابي بالتنافس بين الجمعيات بحد ذاتهم هون بيلعب دور الأكبر الفكر المؤسساتي وفكر الإداريين لدى هذول المؤسسات زائد التعاوم بين هاي المؤسسات يعني بال2015 و2016 ظهر كتير فرق وكتير جمعيات بعض سنتين بعد ثلاثة مع ما سمعنا عنهم شي نتيجة أنه اليوم بكبروا بفقاعة إعلامية بينما بالنتائجين لا يوجد شيء بينما مثل ما ذكر من شوي كبرى الجمعيات اليوم ما عم تعدمد على وصائل التواصل الاجتماعي عم تعدمد على الفكر التسويق على فكر العلاقات العامة على فكر المتبرعين على أموال الزكاة على عدة معايير قبل ما توصل اليوم لوسائل التواصل الاجتماعي خلينا نرجع هيك لنشاطات عمرها التطوعي ونحكي كيف بتفكروا للمستقبل يعني نشاطات شهر رمضان يمكن صارت واضحة بالنسبة لكم لبعدين كيف بتفكروا أكيد نحن نعرف الأوضاع بسوريا شوي صعبة وضغطة على أغلب الناس والأوضاع عم تكون متغيرة عم تحطوا خطة لبعدين خلال الأشهر القادمة طبعا أي جهة هي بتحط دائما خطة عمل سنوية بتعتمد على المعايير اللي أصلا كانت تشغل عليها من الفريق عمرها التطوعي أو كمؤسسة عمرها للتنمية عندنا مبادرات إغاثية سنوية قرطاصية بالموسم المدارس تياب شتوية بموسم الشتي رمضان سنة الإغاثية مجال الأدوية على مدار العام زائد اليوم عندك مبادرات تولد نتيجة حاجة ماسة أو حاجة طرأة على المجتمع السوري مثل ما شفنا مثل كورونا الحرائل اللي صارت بالساحل السوري كتير جمعيات ما كان ضمن خطط السنوية مثلا ما كان أنا خطي كفريق عمرها بال2020 أو 2021 طلع على هذه أساوي نشاط بينما خلقت لي هاي المبادرة الحاجة اللي طرأت بالحرائل للضربة الساحل السوري أيضا أزمة كورونا اليوم ما كان حدا يخطرنا أنه حيصير حضر تجوال وحيصير عديد من الأشخاص اليوم يمتنوا عن العمل أو ما عاد يمارسوا أعمالهم وعاد يصير عدم مصادر دقل اليوم هاي الحاجة أيضا خلقت لي هون بيلعب المرونة بالفكر التطوعي ولدى فكر الإداريين بتسير نشط الفريق وأهدافه ضمن التطورات الحاصلة على جميع الصعود طبعا فريق عمرها التطوعي مثل ما خبركم إن شاء الله خلال الشهر القادم بصير مؤسسة تابعة لوزارة الشوق الاجتماعية والعمل هذا الشيء ممكن يأضطرنا شوي معد فيه فريق عمرها التطوعي يشتغل بمبادرات إلا ضمن أهدافه اللي قدمها لوزارة الشوق الاجتماعية زائد وزارة الشوق الاجتماعية والعمل مشكورة طبعا ساعتنا بكتير أمور لما كنا فريق تطوعي بس اليوم كفكر مؤسساتي الهدف رايح لنبني هالمؤسسة بشكل صح لتقدر تستمر أكيد خلينا نحكي عن فكرة قلت أنه بعض النشاطات كانت وليدة الحالة أو وليدة الحاجة اللي نوجدت بقلب المجتمع السوري خلينا نحكي عن توزعكم يعني تقريبا نصلكون هلأ سبع سنين كفريق موجود لكم كتير أعمال معروفة بديمشق وريف ديمشق ولكن هل في توصع بالمحافظات السورية هل ممكن يتم إنشاء مثل ما بنعرف في فرق بيكون إلى موجود مكاتب بأكتر من محافظة تماما هاي فكرة كتير واردة كانت فكرة واردة بيحمصوا باللادقية بس دائما الظروف الاقتصادية دائما هي بتمنعنا من أنه نساوي الشيء اللي دائما محلو زائد اليوم صراحة بديمشق وريفة عدد الجمعيات بوزارة شؤون الاجتماعية والفرق الطوعي والمؤسسات عدد كتير كبير مقارنة بالمحافظات الثانية يعني في دمشق وريفة اليوم في آلاف إذا ما بدنا أنه العشرات لآلاف الجمعيات سواء تشتغل أو ما تشتغل بمدينة حمص اليوم جمعيتين أو ثلاثة إن الكبرى الجمعيات بمدينة ثلاثية نفس الشيء فالحاجة بالمحافظات اليوم أكبر من المدينة فأنا صراحة باستغرب اليوم بمدينة حمص كادر الشباب الكتير كبير ما عندهم أعداد جمعيات أو فرق الطوعية عاملة بمستوى دمشق وريفة رغم الأزمة التي عاشها حمص نفسها مثلاً أرياف دمشق اليوم أرياف دمشق أيضاً نهضت بفضل الفرق الطوعية مجموعة الشباب زائداً ثقافة الطوع التي انتقلت من الشام من دمشق وخصوصاً بعد تحرير الغوطة الشرقية يعني شباب أنتو بتكبروا القلب كمان عايشين الضغوطات يلي نحن عميشها كل السوريين بشكل عام ولكن عندكم ثقافة العطاء ومصرين تكفوا بمشواركم نتمنى لك كل التوفيق إلك ولا فريق عطاء التطوعي وخصوصاً بعد التأسيس شكراً كثير إخباري السورية شكراً كثير لدور الإعلام اليوم بإظهار هذه الفرقة التطوعية بإظهار أعماله اليوم كثير من الأشخاص اليوم ما بيعرف فريق أمرها وما بيعرفوا إيجاة معينة أو حتى ما بيعرفوا أنه بيقدروا يساعدوا بشي معينة أي شاب أو أي شاب سوري ما عندهم إدران مادية اليوم هون مرحب فيهم ضمن شهر رمضان ضمن كادر فريق أمرها أو أي جمعية تانية اليوم كل الجمعيات كل مطابق رمضان بحاجة لدعم من أي شاب سوري لو عنده ساعة زمان ينزل على هذا المطبق يساعد بتجهيز وجبة فثقافة التطوع أوسع من المؤسسة أو أوسع من الجمعية اليوم أنا بقدر أنا أطوع ضمن بيت ضمن حارة ضمن سك بيت رمضان ضمن الأحياء ضمن الأزقة نرجع لثقافة زمان أنه أصحن بيدور على كذا بيت والكل بيشبع آخر شيء أكيد بديت شكرك كتير وشكر أكيد لكل فريق أمرها التطوعي فردا فردا على مجهودكم طول هاي السنوات ومنتمنى لكون التوفية شكرا كتير